أنا في فترات ما كانش بيبقى عندي فلوس أكل في البيت كيف دخلتي بهالمجال؟ أنا كبرت في بيت شوي كاركي بتقعدني على رجليها بس والله العظيمة اشتغلت بالواسطة لأ فيه هلا اعتراف نحن اسمعنا أنت بتحبي أه طبعا بحب سعد مجرد الحكاية سعد شو الدرب اللي فتحت عينك قبل الفرح بشهر ونص لو أقولك أن أنا نفسي أرجع لحضنه تاني آه أرجع كنت عايزة أثبت لهو تحديدا أنه I can make it فسانت شمس الدين ولا تحبي أقلك بس بس زي ما أنت عايزة بنت رومانسية وبتحبي الحب إذا فينا نقول أكثر من أنك رومانسية لكن ما كتير مهتمة بالزواج حلمك وطموحك كان التمثيل والغناء صح لكنك اتجحتي للإعلام شخصيتك قوية كتير واثقة من نفسك لكن كمان اتلقيت صدمات قوية كتير بحياتك من الناس بسانت أنت قصة كفاح ولا نجاح الاثنين كفاح لأنه أنا ابتديت من تحت السفر يعني دايما أنا أطبع أو أهزر مع ناس بقولهم أنا بدأت من تحت السلم في مصرح هيكة عندنا في مصر كانوا يتحكوا فيها بيقولوا من تحت السلم سو أنا بدأت من السفر نجاح لأنه أنا بقالي عندي 38 سنة سو أنا بشتغل في الميديا وعندي 15 سنة أنا بقالي بسهولة هيك من أول الحلقة من دون شيء أم عنديش مشكلة في الموضوع ده من قلتلك هقولي كل حاجة حلو فبلاف شخصي اليوم معاك أنت بذات هقول كل حاجة والله فسانت أنت مين أكتر؟ البنت الخجولة المجتهدة ولا البنت القوية الجريئة اللي بتحقق كل شي بتحلم فيه أنا ماكس من الاتنين يا هيبة أنا بنت عدية زي أي بنت ممكن تتخاليها بحب الحياة الطبيعية بحب العيلة بحب الأسرة بس في نفس الوقت بحب شغري وبحب النجاح ما بحبش أفشل ما بحبش أتكسر لأنه شفت قدامي نمازج كتيرة في الحياة لما الدنيا بتحاول تكسرهم ما بيقوموش تاني وده صعب قوي 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 في الزمن اللي احنا بقينا عايشين فيه فأنا ما عنديش استعداد أن أتكسر في يوم من الأيام ما عنديش استعداد أنه أنا أقول لحد بليس تعال ساعدني أو حد أضطر أعتمد عليه في يوم من الأيام في حياتي ما أكبرت ما أكبرت ولا مرة بحياتك نافر ما طلبتي مساعدة من حدا نافر في شغلي أنا بتكلم في شغلي عمري وحتى فيه ناس كتير قوي بتكريني يسم بس أنت حاول يتساعدين حاولي وسطة بقولهمي ما عايز أقولكم حاجة الوسطة ممكن أن أساعدكم في مرة مرتين بس قصة النجاح أو أن أنت تكملي في استمرارية لا أنت لازم تكتهدي وتشتغلي وتتعبي أنا شفت مطبات كتيرة قوي في حياتي لحد ما وصلت لنا فيه نهار فيه ناس بتقولي أنت محظوظة أنت من هنا إلى هنا من قناعة كبيرة لأكبر لأكبر بقولهم لا أنا ابتديت من الصفر في محطات صغيرة اشتغلت حياة كتير على فكرة ناس كتير فكرة أنا بس اشتغلت في الإعلام أنا أول ما جيت على الإمارات كنت بشتغل مزيعة بس كمان كنت بشتغل حاجات تانية جنب المزيعة عشان أقدر تقفوة حياة كريمة لنفسي عشان محتاجش حاجة لأنه معرفش بكرة أنا مكملة في شغلي ولا لأ هي هيك الناس بتشوف الظاهر بس بالعادة ما بتشوف اللي بصير للأسف وراء الكواليس في أحلام نسا كتير تبسنت أحلام ممكن تبقى أحلام على الصعيد الإنساني فشغلنتنا أنا ما عنديش أحلام أنا هنا بقى محظوظة جدا جدا يعني دايما ربنا والله العظيم هيبه عمري ما بدعبس على حاجة حاجة بتجيلي من عند ربنا وعمري ما بطلب منه لأنه هو كريم قوي معي بالزيادة فعمره ما خلاني حتى أقول أنا نفسي أعمل كذا بتجيلي لوحدها فوانت كامستو شغلي لا ما عنديش أحلام اللي ربنا كتبولي أنا بديه لا تقدي بينك وبين نفسك ما بتقولي أنا لسه نفسي أعمل هاي الشغلة بشغلي نفسي أفتح مطعم أطبخ للناس واتفرج عليهم وهم بيأكلوا من إيدي بتطبخي طيب أوهوهو من أنها عندي حداش سنة بطبخ كم سنة صار لي بعرفك ما داتش أنت ما جتيش عندي طبقا بلي تجيز التعرفيبنا بخيلوا عليهم لا أنا بحب الطبيخ وبستمتع وأنا بتفرج على الناس وهي بتاكل دي متعة بالنسبة لي نفسي لما أكبر شوية أنا من وناس صغيرة قريبة للناس الكبار في السن بعشقهم عندي عشق للناس العواجيس في السن فنفسي لما أكبر لو ربنا قدرني وكرمني وبقى عندي مبلغ أقدر لأنا أريح بي ناس كبار في السن تحديدا هعمل ده أنا أخدمهم بنفسي دار يعني نوعا كبار السن ساعدين وتخدمين ونفسي أفتح بيت عائلة تاني يعني أرجع أهلي في نفس البيت ويبقى عندي بيت يكونوا فيه أخواتي معايا وبابا وماما شو اللي معنا كترجع العائلة هلأ؟ صعب ليش؟ لأنه أنا بابا وماما عايشين في مصر أخوي الكبير عايش في مصر عنده حياته عنده مراته وابنه ففيه لايفستايل عايشينه هنا عايش أنا وأخوي الصغير معايا هم الصغير فسوى بالنسبالي ماي بيبي يعني سو فكرة أنه أنا سيب كل حاجة وألغبط حياتهم أو ألغبط حياتي مش وارد وأنا هقولك حاجة أنه لغاية نهاردة بشوف هنا لسه باب نفسي في شغلي فأنا من فعشة جيد نهاردة وأسحب نفسي وأرجع أقعد في البيت أو أعمل العيلة صعب مش هجزب عليك طب شو الحلم اللي كان حلم وانقلب لكابوس حلم وانقلب لكابوس هو كان حاجة واحدة أنا كنت مخطوبة من كام سنة ونس كتير كتعرف الموضوع ده طبعا احنا حنحكي آه لا عادي أنا بحكي يكون حاجة تلقيش ما عنديش حاجة خبيها فكان عندي حلم العيلة شكالي بقولك كان عندي حلم العيلة أنه أرجع تاني أجمع العيلة أنا عيشت في فعيلة حلوة يعني أنا أخواتي علاقتي بيوم حلوة قوي أمي أبوي الحمد لله رب ربنا ديوم الساحة وطول عمر فعيشت حالة حلوة وعيشت حب كان كافيني بزيادة لما شفت وجهة تانية أو وجهة نظر تانية أنا عندي مي اون فاميلي ده كان حلم حلو ما كنتش بحلم بعمري بس فجأة الحلم بقى وارد بعد فترة الحلم ما بقاش موجود هل هالشي هو اللي أثر على فكرتك بالزواج لا لا صرتي ما بقت كتير مهتمة لا لا أنا طول عقولك حقيقة طب كيف اقتنعتي تغطبتي بالزبط هقولي وكنت على وشك تتزوجي عجلة أكون واضحة أنا طول عمري مش زي البنات ومش شبه البنات أنا عندي أخين ولديين فكنت طول عمري أكتر بميل للولاد صحابي طول عمرهم كانوا ولاد في المدرسة كنت بروح ألعب بكرة قدم مع الولاد كنت بشتري ونيفورم المدرسة بتاع الولاد فكانت حياتي أكتر رايحة شبابية أكتر من قربي للبنات يمكن عمري ما كان عندي فكرة أنه أنافسي أتجوز وأطلع من البيت وأعمل عيلة حتى لغاية نهاردة ما باملش الأولاد بشكل كبير يعني لو حتى اتجوزت الفكرة أنه أنا مش عايز أتجوز عشان أجيب أولاد عايز أتجوز عشان يبقى عندي إنسان أكمل مع بقية حياتي وعمري صد دي الفكرة اللي عندي أنا ناس كتيرة بتفتكر أنه حرام كانت مخطوبة وفسخت لا خالص أنا أصلا ما كنتش عايز أتخطو يعني الفكرة كلها جات أنه أنا كنت في علاقصة مرت لفترة وخلص كان لازم بيقى في حاجة الروتين برده أقوات بيكون قاتل فكان لازم في استمرارية وفي مجتمع وفي عيلة وفي أهل وفي فكرة أنه فقلت أنه أنا حد بحب قوي أجرب فقلت كانت تجربة مش هقولك أن هي كانت تجربة فشلة مليون في المية ولا نكحة مليون في المية ما كانت مغامرة أنه تجربي بمشروع زواج كانت مغامرة بمشاعري أكترني أي شيء تانية يعني مشاعري وقتي لأنه أنا لما بحب بدي كل حاجة من قلبي وأنا عندي عيلتي هم أهم حاجة عندي في الحياة فيمكن أنا وقتها حسيت أنه أنا أخدت شوية من اللي كنت بديلي العيلة اديتوا لحد تاني بعد فترة حسيت أنه ينوت أنا رضي بأنه كل المشاعر الجواي دي تكون لأهلي وعيلتي بالنسبالي هم كل حاجة هم السند هم الظهر هم الأمان هم اللي ما بتقعي بيتلاقيهم هم كل حاجة حلوة على سيرة العالة بس أنت أنت من أسرة فنية بامتياز صحيح بس والله العظيمة اشتغلت بالواسطة حيات ربينا اشتغلت بالواسطة مصدقينك يعني بس يعني بدنا نحاول نسحب منك شوية اعترافات بل كي هيك هيك بالواسطة طيب والله العظيم ما فيش هقولك كل حاجة بنده باش عامتك الفنانة الكبيرة دكتورة سميرة محسن عميدة معهد الفنون المسرحية وزوجة المخرج الكبير لا عمتي الثانية وانا عمتي كلهم الجوزين فنانين زوجة عمتك الثانية هو أبو الفنان كريم عبد العزيز وأبو المخرج الكبير نرجح لهم طبعا تحية وعندي عامة ثالثة جزءها كمان الممثل كمان القدير عماد رشاد ما شاء الله وأعمامك كمان قلتي لي كمان عندهم شي بالميديا بصي احنا عموما العيلة كلها دخلة في الميديا إن كانوا منتجين مخرجين ممثلين مديرين تصوير أنا كبرت يا هيبة عشان كانت ناس كتيرة بتفتكر أوقات أنه أنا بجري وراء الشهرة أو بحب الشهرة أنا ولا عمري كنت عايزة أبقى موزيعة ولا كان طموحي أكون موزيعة ولا كنت حبى أبناء شهر أنا كبرت في بيت كنت باعد على رجل يعني شوية كاركة بتقعدني على رجليها شفت عدل أدهم الله يرحمه فريد شوقي أحمد زاكي كؤشريهان كل النجوم اللي ممكن تخطر على بالك شفتها كنا بنروح المسرح مع أنقل محمد نتفرج على الزعيم عادل إمام خلف الكواليس ونحضر كل اللي بيحصل فأنا ربيت في الوسط ده فحبيته فده اللي شديني أن أنا أشتغل في الميديا قبل الإعلام يعني أنت حباتي تصيري ممثلة لأنه أنت بالبدايات كنتي حابة تكوني ممثلة صح مو آلمية صح لأنك كبرتي بهذا الوسط ليش محققتي هالشي ابتديت أوريديونا في مصر أنا اشتغلت في بدايتي كنت موضي الإعلانات موضي الفيديو كليبس دخلت ميس إيجيبت ومثلت فعلا أول مسلسل في مصر مع أنكل محمد عبد العزيز كان اسمه تاهت بعد العمر الطويل كان مع الرحلة القديرة تلال عبد العزيز وقتها تبيت بقى أسمع أنه أنت بتشتغلي لأنه عيلتك لأنه أهلك لأنه الوسطى وأنا ما تعودش على كده أبويا ما ربانيش على كده فقلتي نوت أنا لازم ألاقي طريقي الوحدي عملت مسلسل تاني أزاع على قناة تانية مع مخرج تاني وبعدين جات لي فرصة أنه أنا أجي على الإمارات وقبلها يعني لمسابقة مش لعيشة خلينا نحكي عن فترة شغلك كمودل بالإعلانات كيف دخلتي بهالمجال وخاصة أنه والدك ما كان بيعرف كيف حققت هالشي من غير علمه كيف ما كان يشوفك على التلفزيون لأنه كنت بقى عمل إعلانات بابا ما بيتفرجش عتيدي كتير يعني بابا من عائلة فنية أصايح بس مروش علاقة خالص بالفن وكان يعني عمره متوقع أنه أنا ممكن أصلا أحب المجال ده أو أدخله أنا كنت مرة مع ماما ومع واحدة صاحبتها وصاحبتها عندها إجنسي إعلانات فشفتني عجبتها فقالت لها ليه ما تجيش تعمل كاستنج لإعلان كل حاجة كان بالصدفة والله العظيم إيهبا ليه ما تجيش تعمل إعلان قلت لها طب أوكي نجرب فاروحنا فعلا عملنا وعملت أول إعلان وخبينا على بابا لأنه كنا متأكدين إنه ها يرفض وده اللي حصل فعلا بعد إعلان 2-3 هي تطلب في الإعلانات لأنه كانت روحي شوي خفيفة أنا كنت صغيرة بس بعرفت جري وتحرك وأعمل فبطلت أشتغل كام إعلان وربعات كويسين وبعدين بابا قفش إعلان فيه كيلي عن ردة فعله اتحبست في البيت قعدت محبوسة في البيت أمس شهرين ونص ثلاثة كان رفض تماما أن أنا أطلع من البيت كان جالي زي حالة نفسية ممكنش بتكلم كتير كنت حزينة كنت بعيط فبطلت أتكلم كتير فهو حس بالحالة اللي أنا فيها وأنا بالنسبة لأبويا كوكب آخر وحيدة بقى على شبان أنا بقولك كوكب آخر فما قدرش يشوفني كده فعمل حل وسط إنه أوكي خلاص نقدر نعمل ده ولكن هرائب بقى فنزل معايا أول فيديو كليب عملته في حيتي بتايد ينزل معايا مع ماما فبقى شاف إن الموضوع عادي مفوش أبدا أي مشكلة ومن هنا بتدى يجيلي شغل المسلسلات بتدى يجيلي شغل من بعدها فهي واز أوكي بس برضو مش عمجة بيسر بس ما كانش عايز يحرمني من حلمي لأنه هو رباني على إنه أنا اللي اختار أنا عايز أعمل إيه حياتي تبقى عاملة إزاي الثقة للدهني من ناس صغيرة كان صعب فجأة يسحبها مني طيب نشجع للأحلام وإنتي صغيرة لنا إنك عاشتي بعالم الفن وشريهان كانت تتعلمك الرقص كانت في بيت عمتي بتيجي تدخل ترقص وقلب الفساتين بتاعتها أيام الفوزير شويكار كانت بتحبك كتير حكي لنا هيك يعني أكتر ذكريات ما بتروح من بالك شيء ذكرى هيك شيء موقف بتذكر يمكن وفاة الفنانة الكبير عادل أدهم الله يرحمه تواجعت قوي وقتها لأنا كنت بحبه جدا منوها صغيرة قوي ووقت وفاةه كان يمكن ما فيش قبلها بفترة كنا شايفينه في البيت وكان قاعد عندنا وزار وده حكي عندي عماتي مش عندينا في بيت أبوي بيت عماتي أنا كنت دايماً أشوف النجوم في بيوت عماتي مش في بيت أبوي بس كانوا بيخافوا منه لا فنان عادل أدهم ولا أنا غلطاني كان طيب جدا على قد ذكرياتي أنا فاكرية وانا طفلة صغيرة برضو كنت دي بالك يعني ما كنتش أفهم برضو بس أنا كنت بشوف إنسان طيب جدا جدا فلا في مواقف كتيرة حصلت مع نجوم كتيرة وكنت ببقى سعيدة بي أنا صغيرة أنا مش صدقة يعني عارفة يعني عارفة يعني عارفة يعني إيتي بقعدة شو كورة تقولك تعالي وتقعدك على رجلية والدحكك وتلعبك وتبوسك عشان كي بقولك أنا حبيت الشغلانة من اللي أنا شفته مش عشان أنا عايزة تشهر I really don't care والغناء شو قصتك بدنا نسمع شي اليوم لا بتهزاري لا ما بنهزاري لا بتهزاري لا أكيد لا ليش شوفي المايك إتنامك مع أحلى جاهز هو أنا صوتي كان جبيل كان مين قال كان لا أنت قلتي هلأ صوتي حلو أيوة كان حلو والله أنا قدمت با دا وي في ستار أكاديمي يعني فسنة من السنوات بدنا نحكي عن هذا الموضوع لسه بس بدنا سمعين هيك شي صغير والله العظيم يا هيبها كده بتحرقيني هيزعله مني لا بس أنت أنت شخصيتك قوية آه بس مش تدركنا أنا غنيله عادي عادي ولا يهمك طيب بسم الله الرحمن الرحيم واتفقتاش على كده بس بايشي دور وشوكو جامعة وصدقانيك ولو صبحت وصدق كل حاجة ممكن أن نشز فما تزعلوش أنا أسفع ولا يهمك عالمين تقدر تداري هواك وعينيك حكي الغرم جواك وياك ولا عمري يوم هنساك عشقك كفاية مش قادرة والله بترعش منكو توضعتي كتير يعني لأ بصوتك حلو بس بس عشقير بترعش منكو ليش محرج الموضوع لا لا محرج أنا عمري ما شفتك مكسوفة زي النهاردة يا فسنت بشخصيتك القوية و حضورك ليه لأ أنا مش واسقة في صوتي لا صوتك حلو بالعكس خاصة لوحدة ما أنا محترفة يعني بالأخير أنت هاوية وما احترفتي موضوع الغنانية تكتشفوني طيب؟ عم نكتشفك بلك اليوم حدا تفرج عليك ما بتعرفكو أعرفكو أي حد تشفيه شو؟ خلاص؟ خلاص ايه مش هغني تاني انسي مش هتغني؟ لا طيب شو أصلا تستعرق أكاديمي حكيلي كيف تجرأتي هيك ورحتي اشتركتي بستعرق أكاديمي أنا طبع عمري جريئ يا يقولك حاجة أنا في حاجة بشوفها دايما مع الناس أنه دايما بيشوفوني شخص جريئ بالزيادة بس أنا شخص طبيعي بتصرف على طبيعتي فبعمل اللي أنا عايز أعمله طول ما أنا ما بزعلش أم بدايش حد فبيشوفوني دا جرأة أنا تربيت في بيت أنه اعملي اللي نفسك فيه المهم من اللي أنت بتعمليه دا ما يقصرش سلبي ولا على البيت ولا على العيلة ولا على الناس اللي حواليك فكنت كل حاجة نفسي عملة كنت بعملة استرق أكاديمي وقتها كانت فرصة كبيرة مش بس لها لكل الناس اللي موجودة في الاطم عربي أي حد كان عنده موهبة رحت وقدمت واشتركت في لبنان وكنت في نفس السنة اللي كان فيها راح مرياض ونصيف زيته ودخلت وكنت خلاص يعني دخلي خلاص أنه إحنا دخلين بس حصل عندي زار في وقتها شخصي اضطريت ناسيب كل حاجة وأرجع على مصر مفكرتش تاني يعني ما تلقتي على الهواء لا للأسف ولقابلتي بأول تجارب اتقابلت أريدي بالتجارب كلها ما بيقولك يعني كان عندي وصلت مرحلة حلوة ما بيقولك آه مش عم تغني لنا مني أنا بكلمك عارفة كان عندي كان عندي كم سنة تقريبا كان عندي قمص تسعتاشر سنة ونص عشرين سنة أنا نهرت مئة و تاتين هلقع على فتارك كنت تجارية أكتر بسوتي آه كان فيه صوت أحلى مش هكذب عليك كان صوتي أحلى طيب بسانت أنت خطي تجارب لهلا حكينا يعني عن جزء مهم منهم أعلامية فنية ستار أكاديمي مس إيجيبت أعلانات بهالرحلة هاي كلها كنتي عم تبحثي عن ذاتك لغاية نهاردة بداورها نفسي مفيش يعني لو كذبت عليك قلتليك آه طبعا أنا عارفها نفسي لا لا خالص لغاية نهاردة بداورها نفسي لغاية نهاردة في حاجات يعني أنا بجنب اللي أنت قلتلي ده كله أنا كمان بشتغل production يعني عندي شركة انتاج بدي 14 سنة بشتغل في production بنتج مسلسلات بنتج برامج بنتج دوكيمنتر حاجات كتيرة جدا أنا بحب الشغلانة دي يعني أنت لو قلتلي قوليلي أنت إعلامية هقولك لا أنا مش أعلامية أنا باكتج من حاجات كتيرة أنا بحبها I don't care يا هيب على الألقاب أنا حدا ما بيقول لي أنت إعلامية ولهم إعلامية دي كلمة كبيرة أو يا جماعة أنا موزيعة أنا كبسنت آه أنا بعد سين دي كلها أنا ستل موزيعة لأنه أنا عندي حاجات تانية كتيرة بشتغلها بشتغلها يعني لا غرور ولا تواضع زي الإنسان يكون عارف قدر نفسه أنت إعلامية بالنسبة لي أنا أنا بشوف أن أنا موزيعة ليه لأن أنا عندي حاجات تانية كمان بشتغل فيها ونجحت فيها فبدي نفسي اللي هو إيه مش الفول مورك أنا ما قدرش أدي نهاردة النفسي فول مورك أنا عايز أخد مورك كويسة شبقه مبسوطة عن نفسي فاكتهد أكتر في ناس عم تفتح أكاونت على السوشل ميديا اليوم وبقوة تاني يوم بتصور فيديوهاني بتقول إن إحنا أعلميين بسان معلش هم حرين هقولك حاجة أنا لو عملت كده النهاردة بكرة وأنا في الخمسين وفي الستين لو ربنا كرم وفضلت مكملة في شغلتي هقول على نفسي إيه هبقى إيه هتكملي أتمنى طبعا أكمل أنا بحب شغلانتنا هيب قوي قوي أنا بحب المايك عندي عشق للمايك فقال لو ربنا ما بتحسي إنه العمر غدار بشغلنا هات بشغلنا طبعا عشان كده فتحت شركة إنتاج من 14 سنة حسبتها وفكرت لأني بشوف كنت أمثلة قدامي الميديا مال أمان صح أبدا نهاردة أنا حلوة صغيرة زكية شطرة فيها حركة الناس بتحب الفايبس بتاعتي بكرة هتيجي الأصغر مني والأحلى مني والأشتر مني ممكن تقعدني في البيت اللحظة وممكن حد يشوفني هاتفزيهم ما يحبنيش أتشلف لحظة I'm being honest بنوتة وأنت صغيرة ما كنت كتير حسب ما قلتي ما بتحبي هلا ذكرت أنك ما بتحبي ألعاب البنات ما كتير بتحبي الفساطين كنت تحبي كرة القدم بتميلي لأ أبو علي لبس الصبيان شو خطر لك تشاركي بمس إيجبت طبعا أنت تتمتعين بالجمال هذا شي لا جدال لا ما كنتش حلوة ويكة زمان برد قبل قبر الفيلر والبوتكس لا كيف عملتها جميل لا الحمد لله طيب هم شوية فيلر على شوية بوتكس بس شكرا دور رتوش آه لما تكبيل ما لك مغير عملة سنيني بس صغير كده لا أوكي يعني بنت كربوجة أمورة ما في خلاف على هذا الموضوع بس كيف اجت الفكرة على رأسك أنه تدخلي ميس إيجبت كنت عايزة اشتغل وتعرف من غير اسم ألتي وقتها ميس إيجبت كانت مصابقة كبيرة جدا جدا ولما كنت بتظهري الميديا كلها بتشوفك مش بس المشاهدين رأى التلفزيون الميديا المخرجين المنتجين المنفذين كانوا بيشوفوكي كان عندك هالجرقة تطلع وتمشي على الستيج بحديك العمر أنا بخافش هابا أنا بخافش من غير يعني غير من ربانا خفتي اليوم من هاد الكرسي لا 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 أنت وطرتيني حاجة وخفت حاجة أنت موطراني آكت موطراني جدا مش حاجة أنا أكتر روح دا حوال بشوفك بتعمل ايه فيديو فيك هابا بشوفك لا ما خفتش وبالعكس أنا كنت عايزة أعمل ده عشان أثبت للناس أن أنا أقدر أوصل وأكون أنا من غير وسطة ومن غير العيلة ومن غير أي حاجة فدخلت قلت أجرب هيكتشفوني وده اللي حصل فعلا اتشافت من بعدها فأبدأت تجيلي عروض وصلت إلى مراحل المتقدمة بمس إيجيبت ولا مس إيجيبت أنت يعرف طبعا الأطوال كانت عاملة زيشان ما يتحكوش علي بس أنا قصيارة كان فيه بنوتة تانية أقصر مني اسمها دينا يعني استيل إحنا بنتكلم لغاية نهاردة أنا كنت مستغربة موضوع طول يعمل في إينا ورامين بس كان فيه وقتها جائزتين كان فيه جائزة اللي هي بتاخدها مس إيجيبت تلقى بالرسمي وفيه جائزة تانية اللي بيدوها لسبونسورز نفسهم الرعاة للبنوتة كان اسمها حتى مس فرش أكتر حد الفايبس تعته حلوة الناس كلها مجتمع على أنه هو حبينه والكلام ده كله فأخذتها ولسه لغاية نهاردة جائزة عنها لا بقلك هاللقب شبهي هو شبهي بس لأنا بحب الحياة بس مثل ما قالنا طول عمرك عايشة بالوسط الفني وبين عالي فنية لكن مؤخرا ارتبط اسمك بشكل كبير بفنان شهير طبعا هو الفنان سعد بنجرد موجهة تحية الحكاية بسانت فيش أي حكاية هارجع أقولك تاني أنا كبسانت حد طبيعي جدا سعد أنا أم بيك فان أفهم قبل أي حاجة وأنا سعيت وقلت ده في لقاءات كتيرة جدا قبل كده أنا سعيت أن أنا أتعرف على سعد وأعمل معه لقاء تلفزيوني في وقت ما كانش أي حد بيقدر يوصل فيه لسعد لمجرد وصلت له وعملت معاه أحلى انتريفيو في الدنيا ناس أنا ما نقولتلك أنا ما فيش حاجة بتوقف قدامي عايزة حاجة هعملها سعيت واكتهت البداية كانت مع ميميا لبلان بوجه لها تحية كبيرة جدا هي الباست فاند لسعد وصلت وصلت وهي وصلتني لي وعملت الانتريفيو وقتها أنا هو طلعنا تريند بشكل كبير جدا في الوطن العربي كله وعملنا أحلى لقاء بالنسبة لي أنا بقول للعمر ابتدت العلاقة تتوقف وانت تحكي عنه هيك في ابتسامي بحبه من قلبي في لمع تايون آآ آآ بحبه من قلبي في إشاعات كانت إنه الموضوع أكتر من صداقة بصي قبل أي حاجة بس سعد المجرد إنسان متجوز زوجته صديقتي أنا الأومر هقول بقى الكلام ده على الهوى غيتا بوجه لك أحلى تحية في الدنيا سو زوجته صديقة مقربة ليه جدا جدا وحنا نتواصل بشكل دائم هو ما زال مرتبط آآ طبعا وإحنا بشكل دائم بنتكلم أنا وغيتا يعني كل يومين ثلاثة غيتا من أحلى الشخصيات ومن أطيب شخصيات الممكن ما غارت منك ولا شوي نعم انت شارلكون هيك فيديوهات شوي فيها رأس فيها عادي محبة لأنه إحنا في الحقيقة هقولك حاجة أنا شخص مش متصنع وسعد لمجرد إنسان أبدا مش متصنع غيتا إنسانة مش متصنعة وكلنا متصلحين مع بعض وكلنا عارفين أنا فهمة أنه حتى قبل ما يتجاوز غيتا غيتا كانت موجودة في الحياة وأنا من يوم عرفت سعد وأنا أعرف غيتا a lot of people يعني ناس كتيرة ما تعرفش الموضوع ده فيمكن عشان كده الناس كانت بتطلع إشعاعات أو بتفكر إنه في حاجة اللي إحنا ما بتشوفينيش أنا وغيتا يعني في إيفانت أو في أي حاجة مع بعضين أو حتى في صور مع بعض ما هو تتصوري مع تضحطي هالإشعاعات لا هو إحنا هاخد إبالك أنا وغيتا عمرنا متقابلنا face to face أنا علاقتي بغيتا مع سعد من أول يوم على التليفون طول الوقت طول الوقت ولو أقولك قدي إحنا قريبين مش هتصدقي لأي درجة بس إحنا هي هي يعني لازم نفهم حاجة سعد لمجرد إنسان ما بيحبش تكلم أبدا في حياتهم الشخصية وأنا بحترم ده جدا وغيتا نفس الكلام ما بتحبش تظهر في أي حاجة تخص يعني فما هي في النهاية إنسانها مزوجة من فنان عندهم حياتهم الشخصية أنا بتجمعني صداقة قوية جدا بي وما عنديش مانع إن أنا أظهر ده للعالم لأن أنا ما بعملش حاجة غلط نفس الكلام سعد لمجرد النهاردة لو أنا في حاجة بيني وبين سعد لمجرد مش هنطلع قدام الناس كلها ونتصور ونرقص ونغني ويطلعني على المسرح ونعمل كل إحنا بنعمله ده بس إحنا فيه ثقة كبيرة جدا بيني وبينه أنا كل أغاني سعد لمجرد قبل ما بتنزل في أي مكان بصفها أو بسمعها أو بعملها أنا بقولك فيه ثقة كبيرة سعد فترة من فترات حياتي كنت بحكيله حياة كتيرة جدا وكان واقف كان سنة جنبي طب أنت كيف دعمتي بأزمته؟ أنا ما دعمتوش ناس كتيرا ما بتقولي شكرا أن أنت بدعمي سعد لمجرد سعد لمجرد مش محتاج حد يدعمه وعايز أقولك سعد لمجرد اسم كائن بحد ذاته هو نجم عالمي نجم كبير أنا كنت بشوف أن فيه ناس كتيرا كانت بتيجي تتمنى تاخد كلمة واحدة من سعد لما سعد حصل معه مواقف في حياته الناس دي هما هماهم قلبوا عليه وتكلموا وحش عليه وحكوا مواقف أنا كنت ببقى موجودة ما حصلت شيء فالنهار ده سعد لمجرد مش محتاج لي سعد لمجرد محتاج لفنه ومحتاج لجمهوره هما دول اللي بيدعمه فنه هو الدعم الأول لي جمهوره هما الدعم الأول لي أنا مش داعم أنا حد فان ومش مكسوف أقوله أنا أصيحة موزيعة وليه بريستيجي بالفترة الأصيرة اللي كنتي فيها أصحاب معه بتكفي أنك تصدق وتأمني ببراعته هبقى هنا أربع سنين مش فترة أصيرة أبدا هقولك حاجة كمان حاجة برضو أوضحها مش بس سعد الصديق سعد غيتا علي أخوه والدته والده التيم كله اللي بيشتغل حواليه أصدقاء المقربين كلهم في المغرب في باريس في دبي في لبنان صحابي إحنا وصلنا للمرحلة أن إحنا عيلة واحدة ما خفتي الفيمينست والناس اللي هجمته تقلب عليكي لا عارفة ليه لأن أنا وثقة إنه هتطلع برات أنا ما قدرش أتكلم كتير في الموضوع ده طبعا مش من حقي أكيد بس أنا كل ما قدر أقوله أنا كبسانت أنا وثقة مليون في المية من براءة سعد المجرد وثقة إنه الإنسان ده لو أنت نهارده عشتي معاه لو هو عاشه فترات معينة هتفهمين هو مظلوم إنه هو في ناس كتير جات عليه سقدك بعقل ولا بقلب صديقة بعقلي قبل أي حاجة ما تنسيش حاجة زي ما أنت قلت ممكن ده كان يأثر علي أنا النهارده لو مش وثقة طبعا أنا ما عم بهاجم حدا بس بشوء حدا يفهمني غلط أنا أخدي دور محامي الشيطان لا بالعكس بالعكس بس أنا النهارده لو مش وثقة مليون في المية في براءته أنا مش هطلع أتكلم النهارده وقول إن إحنا أصدقاء بالشكل ده وقول إن أنا يشرفني إن أنا أكون جزء من عائلة سعد المجرد ده بناء على ثقة تي في البني آدم اللي أنا عشرته أربع سنين هو وعائلته كلهم دخلت بيوتهم أكل نعيش مالح مع بعض لما أنا كنت جات علي فترة من فترة حياتي كنت موجوعة كنت مكسورة كانوا قف جنبي نفسيا ومعنويا ما أقدرش نهارده جي أقولك مش متأكدة أو ما أقدرش أقولش الناس تزعل مني يزعلوا أنا أسف العايز يزعل يزعل اللي جوايا إيه؟ هقوله وده اللي جوايا طيب حناخد قهوة سوا أوكي هتعمل إيه القهوة دي فيها عاجة طالبة طالبة أنت عصير أسلم إيديك شكرا عشان كنت خايفة يجيلي هبوط من الأسئلة قلت حاجة فيها سكر خلينا مع القهوة هيك نكمل قصص الحب وسنينه يلي ظلمت الحب شكرا وقلت عليه خلينا نسيف الحب ده في حال وما الحب ده جميل العيب فيكو وفي حبيبكو أما الحب يعاني عليه بتأمني بهذا الكرام أنا بقامن أن الحب حاجة حلو قوي وبقامن أن احنا لازم نحب no matter what مهما تخدعنا ومهما تأزينا بهذا ما لسه في حب بص يا هيبة مش عايزة تفلسف عليك فيه بس ما بقاش كتير وبقيت بتشكي المشكلة الكبيرة أن أنت بقيت بتشكي مئة ألف مرة الشخص اللي معاكي أو الناس اللي حواليك بيحبوكي ليه especially شغلانتنا صعبة التسليط الدوق اللي علينا الكتير أوقات بيخلي الناس تتعلق بينا من غير ما يحبونا حقيقي بيبقوا عايزين بس يكونوا موجودين لمجرد أن هما قريبين يعني أنا هقولك حاجة نقطة لسعد مثلا ناس كده كانت فاكرة أنا متقربة منه عشان أبقى جنب فنان لأ أنا قريدي كل نجوم العالم الحربي أصدقائي ومقربين ليه بس هي الفكرة كلها أنت فعلا إمتى تصقي في الناس إمتى تحبيهم بجد ويحسوا بالحب ده أنه حقيقي الحب مش كلام الحب أفعال ومواقف أن أنت النهاردة لما تحتاجيني تلاقييني يوقف جنبك وده ما بقاش موجود كتير شاكزب عليك بس ستل في حب طب العيب كان فيكي ولا في الحب العيب فيي أنا قبل أي حاجة لأنه أنا حد معطاق بالزيادة بالزيادة وما بخونش الناس اللي حوالي وده غلط أنا بقولش أن أنا صحة عشان تبقي فاهمة إن تبقي إزاي ده ده غلط يعني لازم ما تثقي بأحد ثقة عمياء هذا اللي عم تحاولي تقولي مليون في المئة أنا بسق ثقة عمياء بشكل مخيف لدرجة أنها كنت عمية لو عايزك كلمة الصح أنا لما بحب عموما والحب هنا مش بتكلم فيه على حد معين بسق ثقة عمية وللأسف أغلب الناس اللي بسق فيهم الثقة العمية دي هم أغلب الناس اللي كانوا بيأذوني في حياتي للأسف بس ده ما خلنيش أبطل ثقة في الناس هلأ رجعلك النظر رجعت تشوفي مني أه طبعاً لفترة طويلة بشوف كايس الحد ما رح ترجع مرة تانية يصير عندك هذا الغباش لا هو الغباش ده حصل لأنه كان غلط أنه أنا وصلت نفسي لمرحلة الغباش ده أنا اللي عمد كده قلتلك الغلط مني أنا لما بتدي كل حاجة عندك اللي قدامك بياخدك بيفتكر أنه مهما أزيتك ومهما جرحتك ومهما وجعتك أنت بقية أنت عشتي قصة حب كبيرة صح أربع خمس سنين تقريباً خمس سنين ونص وكان في ارتباط رسمي كلها تنشدنا تفاصيل أستك طبعاً العالم كله كان عايش معنا وقبل الفرح العرس يعني بشهر ونص فسختي الخطبة صح شو صار بسانت شو صار فسختي الخطبة ده اللحظة بسانت كيف أخدت القرار بص مبدئياً إحنا يعني تقريباً بقية لاتي أكتر من سنتين سنتين ونص على الموضوع ده فهو موضوع من الماضي ده مبدئياً حاجة تانية أنا لغاية نهاردة محدش يعرف أنا ليفاسخة خطبتي حتى أهلي أهلي وأهله ما عرفوش إحنا ليفاسخنا الخطبة إحنا لازم نعرف يا فسانت لا ده مش هيتطلع أبداً ده مش هيتطلع أبداً إلا أنا أدر أقول لك أخدت القرار إزاي؟ أخدت في يوم وليلة كان قرار مسيري بالنسبة لي فكرت أنه هل أنا عايزة أكمل حياتي مع الإنسان ده بالشكل ده ولا المجتمع يمكن طب أنا رح أعطيكي خيارات تقريباً ما تحكي القصة طبعاً بالتفاصيل إحنا بما نحافظ على على خصوصية القصة واحتراماً للشخص بردو واحتراماً للشخص بس تقريباً هل كان الموضوع خياني؟ غدر؟ أو خلافات تانية؟ هو كان حاجات كتيرة قوي حاجات ملغبطة حاجات ممكن أوصلها لك بحاجة واحدة أنه أنا كنت متعايشة مع إنسان لمدة سنوات فجأة اكتشفت أن أنا مش هو الإنسان اللي أنا عايشة معك هو إنسان تاني هو حد تاني فكان فيه ميكس من حاجات كتيرة عقلي ما استعمل كيف إنسان بيقدر يخبي حقيقته لكل هالفترة بيقولولك بعد سنة مش عايزة أقول يخبي حقيقته يقولولك بعد سنة متعاشر شخص سنتين ماكسيموم المواقف أوقات بتبين رح تظهر حقيقة الشخص شخصيته الحقيقية بس مش عايزة بردو لما نقول تظهر شخصيته الحقيقة دي ممكن تتبهم غلط أنا يعني في الأول في الآخر أنا عشت سنوات مع إنسان أكلنا مع بعض عيش وملح عشت سنين حلوة عشت قصة حب حلوة مش هجزب واجي النهاردة أقولك عشان إحنا نفصلنا أصلا أنا عشت معا اللي كانت الناس بتعيشوا معنا طول الوقت ده كان حقيقي كانش فيه أي حاجة تنسيل ما كانش للسوشال ميديا لا أنا حبيت وحبيت من قلبي وحبيت لأول مرة في حياتي يمكن الناس تشوف إنه أنا بدي كريدت لحد دلوقتي أنا ما بديش كريدت لحد وما بخدش كريدت لحد أنا بقول حقيقة أنا عشت أحلى قصة حب في حياتي لمدة أربع سنين اكتشفتي إنه وهم بعد الأربع سنين ابتدى يبقى فيه مشاكل ابتدى يبقى فيه اختلافات في القراء ابتدى نشوف حاجات أنا ما كنتش شايفها لأنه من كتر ما كنت بحب كنت مع مية مع الوقت يا هيبة لما بتزيد المشاكل عينك بتبدأ تفتح شوية القلب بيبدأ يخف شوية ضرباته البوترفلايز اللي بنعيش فيها في الأول بتبدأ تخف فبطيت أصحى شوية فبطيت أركز في اللي بيحصل حوالي استوعبت إنه إحنا ما ينفعش نكون مع بعض شو الدربة اللي فتحت عينك قبل الفرح بشهر ونص ما أنا قلت لك كذا حاجة بقى في قلبة بعض كانت حاجات كتيرة في شغلة هيك في قرار مسيري أنا كان لازم أعمله أنا لو كنت أكملت مع الإنسان ده أنا كنت أعيش تعيزها وكنت ممكن في أي لحظة أطلع وكنت ممكن في أي لحظة يكون عندي أولاد النهاردة ومنفصلة عن باباهم ودي حاجة أنا أبدا 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 مش أعايزها في حياتي ففكرت هل أنا عندي استعداد أتجرح وأتكسر شوية لفترة من الزمن وبدأين أكمل حياتي عادي ولا أخد صدمة من المجتمع لأن أنا وقتها في ناس كتيرة رد أفعال كانت مختلفة في ناس كتيرة كانت طيبة وإحنا هنا جدا معايا في ناس زي أنت ما قلت قالت أن أنا على علاقة بشخص آخر فعشان كده أنا فسخته خطبتي في ناس توقعت أنه هو اللي فسخ خطبته بي أنا عمري ما تكلمت ومايفرقش معايا مين فينا اللي فسخ يعني بالنهاية أنا بتمناله كل حاجة كويسة في حياته ما عنديش أبدا أي حاجة وحشة من ناحيته جوه فكرة كله أن إحنا ما كناش ينفع نكمل مع بعض غير كده كل الخير لي فحياته تعذبت كتير بعد الأنفصار طبعا تعذبت ومحدش كان يعرف ده كان باين عليك كان باين علي يمكن أنت انتبهتي بأن أحيك ومشتغل مع بعض بشكل يومي بس أنا عمري ما تكلمت في ده وعمري ما نزلت دمعة قدام حد في ده وعمري ما شاكيت لده حتى أهلي يعني عمري ما قلت له من أنا موجوع لماذا؟ كان مؤلم كان إذا شاركتي مع ناس قريبين منك ما بتحسي أنه يمكن كان خطف عنك كنت هقزيهم واجعي كان وحش كان فيه كسرة نفس وقتها وحشة كان فيه إحساس بأن أنت عشتي تبني حاجة وتهدت منك فجأة كان فيه إحساس أنه ليه الناس ممكن يكون فيه علاقة قوية بالشكل ده وفيه حب وفيه أمان لما بتقولي خيانة أنا الخيانة بالنسبالي فيه ناس بتعتقد كلمة خيانة عن خيانة جسدية أنا مليش دعوة بالجنب ده خالص أنا خيانتي كانت خيانة دانية خالص فبالنسبالي خيانة ثقة خيانة ثقة خيانة أمانة خيانة أن أنت فجأة تحسين حياتك بنيتيها بشكل أو بصورة أو حد بناها معاكي بالصورة دي وفجأة تلعطي الصورة دي كلها مزيفة مش حقيقية فكان صعب أن أنا أتقبل ده فأي وين ثرو فيز كانت صعبة في حياتي لدرجة أنت فكرت أنا عندي اكتئاب وقتها وبتديت أدور على هيلرز ودوكترز عشان أشوف معهم أنا مالي وبعدين كتشفت أنه لا هو مش اكتئاب هو حزن طبيعي أن أنا أمر بمرحلة دي دي فبتديت أعمل حاجة ساعدتني جدا أن أنا بتديت أشتغل أكتر من الأول كان أي شغل يجيلي أشتغل وأي سفر يجيلي أسفر أي خروجة مع صحابي I made sure وقتها أنه ما يكونش عندي ساعة واحدة بقضيها مع نفسي عشان ما فتكرش الوجع وده مش عيب وده مش غلط وده مش مش أن أنا بقلل من حد أو بدي إيمال حد أكتر دي الحقيقة اللي حصلت معي وقتها كنت بتحاولي تعبي الفراغ اللي صار بحياتك بالشغل أيوة لأنه كان كل حياتك هاي نصيحة بتعطيها للبنات اليوم أو لأي حدا بينتفصل عن حدا بيكون جزء كبير من حياته هقولك حاجة أنا أزعل على حد يزعل علي بس لما اللي قدامك ما يزعلش عليك لأنه لما يزيكي من الأول أو يجرحك أو يكسارك فهو مش زعلان عليك أنت مش فرقة حتى مهما قالك أن أنت فرقة أو أنت مش فرقة فأنا تعلمت أن أنا ما زعلش علنا مش فرقة معي فنصيحتي إلى أي حد بشوفنا النهاردة حبه بالعكس أنا بحب وهفضل أحب والآخر نفس في حياتي أحب حبه الحب حلو الحياة حلوة لأ فيه هلأ اعتراف نحنا اسمعنا أنت بتحبي آه طبعا بحب هلأ بتحبي ما تحويش تخلش في أي تفاصيل أكثر من كده يعني فصنت اليوم مغرومة قلبي ما بيقفش ماشاء الله أنا إنسانة بحب الحب كنت بحب أحب حقيقي ما أقدرش أقولك حقيقي ولا لأنه أنت قلت هدك كان أول حب والحب الوحيد بحياتك كان أول حب في حياتي تعلمت معا حاجات كتيرة ما كنتش فهمها عن الحب النهاردة قدر أقولك أن أنا قلبي بيدق آه قلبي بيدق واللي بيفتكر أن أنت بعد ما بتمر بعلاقة صعبة أنا توقعت أنا كنت بقول الناس كانت بتبتريق علي أوقات أنا بتنفس الهوى اللي هو كان بيتنفسه ومش مكسوفة أقولها لأن دي كانت الحقيقة مش عيب مش غلط أنا كنت في حالة حب وكنت فكرة أن أنا من بعده حياتي هتقف ماوقفتش نجحت أكتر اكتهدت على نفسي أكتر حبيت نفسي أكتر الحب اللي كنت بدت هوله رجعت أحبه النفسي ديته النفسي زدت ثقة في نفسي أكتر فاكتهدت على نفسي اشتغلت أهلي اللي أنا كنت مؤثر معهم في حاجات معانا رجعت أديهم حبي ده فده غزيني أواني كبرني فعايز أقول لأي حد بيشوفنا النهاردة لو أنتوا بتحبوا وتقصرتوا ما تكرهوش اللي كان في حياتكم أنا ما كرهتوش وعمري ما هكراهوا بالعكس أنا بقول إن هو كان موجود في حياتي في مرحلة ما أنا كنت محتاجة فيها كنت محتاجة حدي بقواقف جنبي يكون سند في الفترة دي ربنا بعتهولي وبرضو ربنا اللي خده من حياتي ما قداش أشتكي فحبه ما تخافوش من الحب لما تتكسره ارجعوا حبه تاني ارجعوا حبه نفسك الأول عشان تقدروا تحبه الناس اللي حواليك تاني وتقفوا على رجليك مش غلط قبل ما نسكر الموضوع بدي أسألك ندمتي إنك أقحمتي السوشيال ميديا بعلاقتك آه ودرس تعلمته ومش هكرره أبدا تاني دات سويلة لما مثلا تسألين يعني مين ما يخده صح واحدة تتصرف تعمل تخبي وش اللي بدأت نخطب له مش قصة كده لا مش هخبي مش هخبي بس مش هشاركهم اللي كنت بشاركو زمان لسبب واحد مش هشاركو بخيلة على الناس ما بتعتقدي إنه حفاظا على الخصوصية أحسن إنه ما يعرفوا ومين هو شاركك بس يهب أنا حتى اللي كنت بشاركو هي مش خصوصية بالزيادة لأن أنا كنت I share with them أوقات حلوة في الصفر في الخروج في الفسح مع العيلة كانت أوقات بالنسبة لي حلوة كنت أحب أن أنا شارك الناس وكنت أحب أوصل رسالة وقتها إنه في حب يا جماعة عشان أنا كنت عايشة ده فكنت عايزة أن ناس تعيشوا معي لو أنا النهاردة رجعت تاني في حالة حب مش هعلنها غير لما تكون مليون في المية واحد عشان ما أحسبش إنسان علي وبكرة يمكن ما يكونش فيه نصيب تاني عشان هيك مرح تقولي لي هلأ من حاب لأ على الصعيد شخصي ممكن أقولك على التليزيون لا ماش أنت أوه منك أنت مهم أنا أعرف خلاص ما في مشكلة ده على يعني فهمها أنا توهد ما توتر البتلفلايز والله يتوتر كنت بقولي هشاركهم بس لما يبقى الموضوع أوفيشلي ومش هشاركهم زي اللي كنت بشاركوا في الأول لأنه في الهيئة برضو استوعبت إنه مش كل ناس بتفرحلي أنا زمان كنت فكرة إن كل ناس بتحبيني كل ناس بتفرحلي كل ناس سعيدة لي فكنت أحب شاركهم ده طلع إنه لا مش كل ناس بتحبك مش كل ناس بتمنى لك الخير ولا النجاح فليه أخليه نفسي أحسن صراحة بس عمري ما هنخبر تباطي never نعم أهلك كيف تقبلوا موضوع انفصالك قبل شهر ونص من الفرح أعيز أوجه لهم تحية الأول قبل أي حاجة طفا ماما كانش في أي حاجة غير أعمل اللي أنت عايزة ولي رايحك ده دي البيئة اللي أنا تربيت فيها خدي قرارك هتندمي أو مش هتندمي دي حياتك أنت أنا لما أخدت قراري ده قرار ده كان بيني وبينه وإحنا الاثنين احترمنا وإحنا الاثنين اتفقنا أنه ده مش هيتل عبرانا يعني أين كانت مشاكلنا كانت إيه وإحنا طول الوقت كنا يعني حتى لما كنا في الفترة دي كلها مع بعض فترة علاقة نفسها ما كناش بنشير مشاكلنا كتير مع حد خالص وليل فلما حصل الانفصال كان كلامنا واضحنا الاثنين أنه خلص ما فيش نصيب نسحب نفسنا بالدو وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير أهلي ما حاولوش حتى يدخلوا في تفاصيل لأنه كان قراري واضح أنا لغيت أنا مش عايزة أكمل في الحياة دي دي حياتي أنا أنا اللي ممكن أفرح قدام أو أنا اللي ممكن أتعذب قدام فده قراري فكان رد فعلهم مش هقولك أنهما كانوا مبسوطين بقى كذابة زي أي أب وأي أم كان نفسهم يشوفوني بالفصان الأبيض ويشوفوا لي أولاد بس هرجع أقولك تاني كان قراري أنه أنا أحزن بتزن عليك والدتك غاية النهاردة طبعا وبابا بس هما ما بقوش بيزنه زمان كان الموضوع في زن مخيف دلوقتي بقى دعوة حلوة بتدعيلي وانا قاعدة أشوفك في بيتك يا حبيبتي أشوف لك أولادك بيجروا قدامنا يا حبيبتي فأنا فهم المسج وصلة بس لأنا عايزة وصله أنا ممكن النهاردة هيب أتجوز وربنا ما يكتب ليش الغل فيه لأي سبب ما فعشان كده ما عنديش الفكر ده لو ليه نصيبة لقي الشخص ده وأنا في الخمسين وأحب وأجيب أولاد هيحصل النهاردة أنا بقول لك آه في حاجة في قلبي بس برضو ما عرفش رايحة فيه الوقت اللي هيعرفت ومش مكسوفة قولت أكسر لوقت هيبة لا بس مش هنعرف يعني مش هنعرف قدال بقالها مدة حالة سنة هتفرق معاكي إيه لا بس هيك أصلاً أنا قلت المدة فممكن في حاجات تتوصل مش معاكي أنت الناس هتوصلها I know what I'm telling you بس أنت أول حد أقول قدامه حاجة زي كده بي the way أنت ووالدك كنتوا في علاقة مقربة علاقة حب علاقة حب مثل ما أنت بتوصفية لالعلاقة لما كنتي خاصة صغيرة وعيشة باعوا بالبيت مع هيك يوم اللي جيتي أخدتي قرار بدك تسافري قال لك لو طلعت من هذا البيت ما قالك رجع له صح أنت عايزة باكيني ولا إيه لا شو حسيت بوقتها بصي أنا كنت طفلة أول حاجة يعني أنا ما سبت البيت وجيت على الإمارات كان عندي 19 سنة وقبلها كان ليا شغل في المغرب لمدة تقريبا 10 شهر كانت لحظة صعبة هو كان رافض خروجي من البيت بس في نفس الوقت ما كانش قادر يقولي لأ هو رباني على أن ياخد قرار بنفسي فكان الموضوع صعب ولما جيت أطلع من البيت قال هالي قال لي لو طلعتي مش هترجعي دي دي كانت أصعب فترات حياتي ويمكن دي الأول مرة هقولها ويمكن لو سمعني نهاردة هو هيحس بالأنا حسيت دي وقتها لما كبرت فهمته وقال لي كده ليه فهمت أنه هو ما كانش عايزني أمشي من وجعه من حبه لي من خوفه علي مش عايزني أمشي بس في نفس الوقت مش عايز يقولي أنا علمتك حاجة وربتك عليها والنهاردة بسحبها منك بتعتقد زلمك؟ لما قال ليك هيك بالعكس أواني أنا لما طلع ديك الفترة ما أن وجعتي؟ أن وجعت وجيت عيشت هنا الوحدي أول فترة قعد سنتين ما زلتش مصر لأنه كنت عايزة أثبت لهو تحديدا أنه I can make it أنا بنتك لأنت ربتها ولأنت طول عمرك كنت شايفها حاجة حلوة أقدر أفضل حاجة حلوة واكتهد على نفسي وأبني نفسي بنفسي حتى لو أنا بعيدة عن البيت وقتها كنت شايفة أنه هو جاحت باعي في قراره يمكن قراره كان صعب أنه ليه أنت بتحرمني من حاجة أنا عايزها لما كبرت فهمت أنه هو كان خايف علي كانش عايزني أبدا عن حضنه ولو أقولك أنه أنا نفسي أرجع لحضنه تاني وحضن البيت أرجع لأنه تحرمت منهم سنين طويلة I'm sorry I'm sorry أنا أسفل أنا أسفل أنا أسفل لا 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 روحي أنت I love you I'm okay والله I'm okay I love you أنا أسفل لكن ما بتجي سيرت أبوكي بتبكي بس يتوتر بقى بتبكي مش بس أبوي يا هبة أنا متعلقة قوي بأهلي يعني أنا أقدر أقولك أنا ولا حاجة من غير أهلي لو رجع فيكي الزمن لورا فجأة عندك برنامج في كوريا ألمي شونتتي وأروح كوريا فجأة أسبانيا أروح فجأة إنقلي البلد دي أروح كنت عايشة لحياة فكنت مدية البريوريتي الأكبر وقتها لشغلي ولنجاحي ولحياتي وساعدتي فأثرت في فترة ما من العيلة وده يمكن اللي كان مخاوف أبويا لما سبت البيت أنا بنته الوحيدة فكان فيه فيه لغبطة في المشاعر ولما جيت أنزل أول مرة أنا أقيميت شور أن أنا أنزل بعد سنتين لما أكون عاملة إسم عندي مي قون شو على التلفزيون في لحظات حسيتي فيها أروح بدي أرجع بس ما أنا قادرة أرجع كرمال اللي قاله أنا هقولك حاجة في حياتي ما قلتها أنا أول ما جيت هنا كنت الوحدي كنت بنام معاياتك كل يوم بالليل كنت بقفل علي بواب البيت كلها وبقضة النوم وما فيش حاجة ما أجيب بلد الأمن والأمان بس أنا كابنت عايشة الوحدي من غير أهلي من غير حسهم في البيت كنت بخاف كنت بنام بكية كل يوم بالليل بتمنى أرجع تريبي في حضن بابا ومام بتمنى بس دي كانت نشفة ولسه نشفة لحد النهاردة فقلت مش هيحصل إيه لما بقى حاجة وبعدين أرجع أقوله أنا بقيت حاجة لما بقيت حاجة أكيد هو فخور فيك اليوم وأنا عايزة أقول له شكراً وعايزة أقول له أمي أمي ستة عظيمة عملت المستحيل عشان تسعبني أنا وإخواتي وتربينا وتحافظ على الأسرة أبويا قدمه طيب وإحناين بس صعب وعصبي عنده شخصيتين فأن أنت توزني بين الشخصيتين دول ما كانش سهل البالنس اللي ماما عملته في البيت عندنا عشان تحافظ على الأسرة وعلى كيان الأسرة كان كبير سقطها فينا كانت كبيرة أمي ناس كتيراً لم تعرفش أنا لما جيت هنا في السنتين الأولانين كانت معظم الوقت معايا تروحوا تيجي تروحوا تيجي تروحوا تيجي مش قادرة طبعاً تسيب بابا طول الوقت وإخواتي بس كان بيجيلي تقعد أسبوع خمسة يام وتسافر تقعد ثلاثة يام وتسافر عشان تفضل معايا فالغاية النهاردة حبيبتي هي بيننا بين أنه أنا كم شهر وهم كم شهر ده مرهق أنا عارفة جداً بالنسبة لها مرهق بالنسبة لأبوي أنه هم يضحوا بوقتهم مع بعض في السنة ده عشان أنا أكون مرتاحة عملوا كل حاجة تساعدني هيب صراحة فهما الوحيدين اللي يستاهلوا في حياتي كلها لقول لهم شكراً على كل حاجة وأنا من غيرهم ولا حاجة ولا حاجة وشكراً إليك أنك ابن بارة والله يخلي لك ياهم شكراً 17 سنة بالميديا أستاذة بسانت شو أفضل تجاربك قدام الشاشة ولا قدام الميكروفون أنت طبعاً كمان عندك برنامج إذاعي يعني الإذاع الإذاع ليش عشان بكون أنا عشان مش ناس كتيرة بتاخد بالها أنه التلفزيون بيبصوا لنا أكتر هيب إحنا بنتظلم كتير يعني دي كلمة لازم أنا أقولها إحنا بجد مظلومين مظلومين بسبب الماكياج والشعر واللبس حتى المحتوى أوقات اللي إحنا بنقدمه أوقات كتير أحنا ما بنقدمش اللي إحنا رادين عنه مليون في المية ولا الكلام اللي إحنا عايزين نقوله مليون في المية ده بالنسبالي كان مستحيل أن أعمله فده تسويا حتى اختياراتي في البرامج التلفزيوني كانت معينة ومحددة عشان أبقى على القلة على طبيعتي شوي بس حتى ده ما قدرتش برضه وصله من خلال التلفزيون في الراديو أنا زي منا بنزل بالبروكة عارض شعري كحكة مش حتى ميكوب لابسة أي حقيق بنزل بجينس وسليبر وتيشرت بقول اللي في قلبي فكرة إن المشاهد بيحبك لأن إنتي باكتج كامل على بعضه دي بتزللنا عشان إنتي النهاردة شكلك حلو لبسك حلو ستايلك حلو قعدتك حلوة ده بياخد مننا كريدت كتير الراديو بيحبك لأنه إنتي روحك طلعة في المايك بيحس بصوتك بيحس بضحكتك بيحس بوجعك بيحس بالموضوع وإنتي بتنقشي فإنتي فعلا بتوصلي لقلوب الناس غير التلفزيون تلفزيون خداعة التلفزيون شاشة كبيرة حلوة كلنا بنحبها بس خداعة وبكرة لما بتكباري بيقولك كبرت ما بقيتش حلو هاتي نشوف غيرها كرمال هيك أسستي شركتك كيف فكرتي بهذاك العمر الصغير تأسسيها الشركة كيف كنتي حاسة وحاسبة لقدامها الأد إنه الميديا ما فيه أمان هقولك الحقيقة برضو أنا فترة من الفترات كنت نكحة جدا في شغلي كمزيعة في التلفزيون حصل معايا موقفين ثلاثة ما ارتحت لهمش أبدا والأول مرة في حياتي أنا بقول الكلام ده أنا ما قلته الكيش حتى كانوا موقفين ثلاثة مش أكتر والألف في الفترة دي لأنا كنت بنجح فيها وطلعت أبقى على cover magazines وابتدأ اسمي يكبر في الإعلام حصل معايا كذا موقف غير مناسبين لتربيتي وبأتي وأخلاقي وأنا كإنسانة فقررت أن أنا أبعد أبعد وأسحب نفسي من الميديا شو اللي صار مش تحرش لو تحرش جسدي لا never never happened to me الحمد لله لأن أنا شفت ناس كتير تأزم الموضوع ده جدا تحرش لفظي طبعا كلنا بنتعرض للتحرش اللفظي ده موجود في كل مكان ومش بس في الإعلام عشان مظلمش شغلانتنا ده في كل مكان بس كانت الفكرة أن أنا لما يتبصلك ببصة غلط أو نظرة غلط أنت مش بتعود عليها ده بيكسر ده يحسيسك فجأة هو أنا في مكاني النهاردة عشان أنا ممكن أقدم تنازلات لحاجة معينة فأبقى نجحة لا أنا نجحة بنفسي فلو هي الشغلانة هيتروح للحتة دي لا أنا مش عايزيها وصحبت نفسي بمتهى الهدوء البساطة أو كيف رجعتي رجعت على الراديو أنا قعدت يمكن ست سنين شكاة ناس اتكرت لما أنا ظهرت مؤخرا في شاشات أنا مش عايزة أقول الاسم شاشات أكيد طبعا عادي رح نذكرهم لما ظهرت في MBC لما رجعت الMBC ناس كتيرا كان بقيت تقريبا أمست خمس ست سنين مش عالت تلفزيون فناس اتكرت أن دي أول مرة لي مع أن أنا أصلا بديت من زمان مع MBC في أمستردام MBC بالنسبة لي هي عيلة يعني فالفترة اللي أنا بعدت عنها دي كونت نفسي في البروداكشن رحت الورق كاميرا وعشقت خلف الكواليس وعشقت فكرة أنه أنا أبني برنامج أنا مثلا نفسي أقدم النهاردة حاجة على الشاشة ومش أقدر أقدمها مثلا أعملها لحد غيري فبطلت أشتغل على ideas لبرامج بطلت أروح أخبط بواب أنا بتديت من الصفر هيب أنا عايز أقولك أنا فيه فترات ما كانش بيبقى عندي فلوس أكل في البيت مش مكسوف أقول ده وفيه فترات كان عندي فيها ملايين وفيه فترات رجعت خسرت الملايين وشحت وفيه فترات رجعت ربنا كرامني تاني عادي خسرت الملايين في فترة من فترات حياتي خسرت بالإنتاج كل ما أملك بالإنتاج بالإنتاج للأسف لأنه كنت أقولك لي أنا كنت أصغر بروديوسر في الإمارات هنا عندها شركة إنتاج كان عندي 24 سنة 25 سنة أنا فتحت شركتي وكنت شغالة everywhere وكان عندي الحمد للرب ربنا كان كريمني وكلاينت كتيرة وشغل كتير وبروجيكت بديلي من مصر وفي لندن وفي كذا مكان وكنت بشتغل يعني عارفها بالكرباك وبقف شغال سوق إدارة ده لأنا أقدر أرهولك كنت صغيرة فجأة بروجيكت ورا بروجيكت ورا بروجيكت ملايين ورا ملايين فبتديت أصرف فلوسي في أماكن غلط بتديت أحط فلوسي في بروجيكتات غلط الشغل لنا فيها الكويس وفيها الوحش فيه ناس نصبوا عليها فيه أماكن حطيت فيها فلوسي مربحتش من العائد اللي أنا كنت عاملة حسابي عليه ففي يوم وليلة أنا مكنتش عارفة أنا أقولك برضو معلومة تانية أنا بكره الفلوس بس رجل تبيعرف أنا عمري ما عرفت أنا عندي في حساب البنك كام ما أنا هعندك كتير وقتها كان عندي كتير آآ آآ وقتها كان عندي كتير يهيب آآ آآ وقتها فعلا لا دلوقتي أنا عايشة اليوم بيوم وهيب يعني أنا بشتغل يعني بتعديها هلا ولا ما بتعديها وحيات النعمة الشريفة دي أنا معرف وما بعدش وما بسألش أنا بيحصل معي كالتالي طول ما اتكرت شغال بتاعي ما عنديش كريت كاعد خدي بالك هي فيزا ديبت طول ما الديبت بتاعي شغال أنا عايشة زي الفول لما لقيت ديبت ديتني إن ما فيش كاش بسحب نفسي وعط في بيتي فده علمني كتير خلاني أكره الفلوس دوعا ما وفي نفس الوقت آآ هي أمان بتجيب أصدقاء المصلحة طبعا أسئلة سريعة بدي أجوي بي منك أسرع لأنه قدامنا دقيقة وحدة لأ أنا هايزة أفضل قاعدة أنا هم تسموته على فكرة لأ بسطي خليكي صدقاتك أكتر مع النساء ولا الرجال الرجالة طبعا حبايبي ماكذبش عدوك ابن كارك حقيقة ولا كذب للأسف الرجال بتحبك ولا بتخاف منك أصدقائي بيحبوني الراجل اللي هيبقى فيه علاقة بيني وبينه بيخافوا مني وده اللي بيخليني بفشل في عاجات كتير في حياتي بسانت سيدة أعمال ولا إعلامية أنا باكتش أنا مش إعلامية أنا مزيعة مسامحة ولا شايلة بقلبك لا بسامح مش عشانهم عشاني عشان أنا متأزيش عايش بسلام اليوم نفسي الحمد لله اللهم لك الحمد بسانت ليومل بسطت كتير بالحلقة وإنا أكتر والله وإن شاء الله تكون معزبناك لا بالعكس أنا كنت خايفة بصراحة أكتر من كده بك شيفتي أكتر عليك عايزة أقولك تانكيو هيبا حبيبتي بس إحنا بتجمعنا صداقة يعني قديمة عايزة أقولك شكرا أنت كمان على طبيعتك على الهواء على وضوحك على صرحتك على ثقتك في الحاجة الحلوة اللي ربنا منتهي لك نورتيني تانكيو ليكي